بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الدرس السابق قد قمت بشرح لكم كيفية إنشاء قائمة التشغيل فقط من خلال الهاتف بواسطة متصفح جوجل كرو ولكن هناك عدة أشخاص واجهوا عدة مشاكل من خلال تطبيق أو متصفح جوجل كرو ولكن في هذا الدرس سوف نقوم بعمل قائمة التشغيل من خلال الهاتف ولكن هذه المرة بواسطة تطبيق اليوتيوب بنفسه لا تنسى بالعمل الضغط على زر الاشتراك وتفعيل ميزة الجرس والمتابعة ولايك وعمل قلب وترك تعليق محفز ومشاركة هذا المقطع مع أصدقائك وأحبابك إذن مزيدا من التفاصيل وإلى أسفل أولا يجب عليك التوجه إلى متجر جوجل بلاي ثم تقوم بتحديد تطبيق اليوتيوب إلى آخر إصدار بعد تحديد تطبيق اليوتيوب إلى آخر إصدار تقوم بفتحه بشكل عادي ثم تقوم بالضغط مباشرة على هذا الخيار المكتوب عليه المكتب من هذا المكان ثم تقوم بالنزول قليلا إلى الأسفل حتى تجد خيار مكتوب عليه قائمة جديدة إذن تقوم بالضغط عليه ثم تقوم بالضغط على التالي من هذا المكان ثم تقوم بكتابة اسم قائمة التشغيل فأنا على سبيل المثال سوف أقوم بكتابة قائمة تجريبية وهنا تختار نوع هذه القائمة هل هي علنية أو غير مدرجة أو خاصة فأنا على سبيل المثال أنت تقوم باختيار الأول العلنية وبعد ذلك تقوم بالضغط على إنشاء ويمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أخرى إذن تقوم بالضغط على قائمة جديدة ثم تقوم بالضغط على التالي ثم تقوم بكتابة قائمة تشغيل ثم تختار نوع هل هي خاصة أو علنية وبعد ذلك تقوم بإنشاء إذن أرجو من الله بأنني قد وفقت في هذا الشرح البسيط وألقاكم في درس آخر قادم بإذن الله جزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله